اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم اليوم سوف نقوم بعمل صلصة الكرامل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتفضلوا في المقال نحتاج 160 غرام سكر عادي نحتاج زبدة 80 غرام وتكون على درجة حرارة الغرفة نحتاج كذلك كريمة السائلة وهي كريمة الخفق وتكون 30% من الدسم نقوم بصون ماتيا هنا سوف ندوب السكر على نار هادئة حتى يأخذ اللون البني الغامق كما راكم تشوفوا الآن ننضيف الزبدة نحاولوا أنكم نضيفها بحذر نقوم بحذر ونحركوا حتى الزبدة تماماً هكذا نقوم بحذر نقوم بحذر ونضيف الكريمة السائلة نحاولوا أنكم نضيفها على مرة واحدة وتبتعدوا على صلصة الكرامل نحاول لتغليها بزاف وهذا كذلك خاطر يعني في الأول رح تغليها كبزاف من بعد يعني تنزل لما تنزل يعني رجعوا لها وبدوا تحركوا يعني في الكغامل حتى يدوب تماما كما راكم تشوفوا نواصل التحريك ونخليها تغلي 3 حتى 4 دقائق متواصلة كما راكم تشوفوا هاني طفيت لها شوفوا القوامتها هي جي سائلة ولما تبرد يعني راح تعقد هاكذا نخليها لجنب تبرد تماما سلسة الكرامل راه جاهزة معنا يمكن لكم تستعملوها في الأيس كريم يعني را نفس منصي في الحلويات هي لذيذة جدا سأجربوها وتعجبكم ونقول لكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر